بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إسراء الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الأول تاهيلي فكري بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة في مادة لغتي سنتابع ما أخذنا في الدروس السابقة سنحاول أن نحل بعض التدريبات مع بعض في الصبورة ابقوا هاديين في مكان هادي التزموا بتعليمات الدرس لابد أن تكون المكان الذي أنت فيه فيه هضاء جيدة أو تهوية مناسبة أيضا لكم بصحبتكم أحد أفراد الأسرة كذلك لا تنسوا كتاب مادة لغتي للصف الأول تاهيلي فكري سنتابع ما أخذنا عن أنواع الأفعال ذكرنا في الدروس السابقة أن الفعل هو الكلمة التي تدل على الحدث الفعل هو الكلمة التي تدل على الحدث لكن هذا الحدث يكون مرتفطا بزمن معين إذن الفعل كلمة تدل على حدث معين في زمن معين طيب لدينا ثلاثة أنواع للفعل الفعل الماضي ذكرنا في الدروس السابقة أن الفعل الماضي هو الحدث أو الفعل أو العمل الذي ارتبط بزمن ماضي بحيث أن هذا العمل انتهى يعني قمنا بهذا العمل وانتهينا منه لذلك نسميه فعلا ماضيا مثال ذهب أبي إلى المسجد لصلاة الفجر إذن أبي ذهب إلى المسجد متى في أي وقت في وقت صلاة الفجر هذا وقت ماضي إذن ذهب فعل لكنه فعل ماذا؟ فعل ماضي فعل ماضي أي أنه وقع في الزمن الماضي والنوع الثاني من أنواع الفعل الفعل المضارع الفعل المضارع ذكرنا أنه الفعل الذي يحدث الآن مرتبط بالزمن الحالي أو زمن المستقبل كذلك ذكرنا أن هناك أحرف نسميها أحرف المضارعة يتسبق الفعل المضارع مثل الهمزة أو الألف عندما أريد أن أتكلم عن نفسي فأقول أشرح الدرسة يعني أنا أشرح الدرسة فأشرح فعل مضارع فعل مضارع كيف أعرف أنه فعل مضارع؟ لأنه الآن أقوم بشرح الدرس في هذه اللحظة طيب وأيضاً بدأ بحرف الهمزة أشرح أنا أشرح وذكرنا أيضاً أنه عندما أريد أن أتكلم عن شخص آخر ويكون مفرداً ذكراً أقول يذهب محمد إلى المدرسة يذهب يذهب فعل مضارع أولاً بدأ بحرف المضارع علياء يذهب النقطة الثانية يحدث في هذا الوقت لأن محمد الآن يذهب إلى المدرسة إذن هذا فعل مضارع عندما أريد أن أتكلم عن بنت أقول تلعب هندو في الحديقة تلعب الآن لماذا الآن؟ لأن تلعب فعل مضارع طيب كيف أعرف أنه فعل مضارع؟ أولاً لأنه يبدأ بحرف التا تا تلعب التا من حروف المضارعة إذن تلعب في هذا الوقت أيضاً نون عندما نكون مجموعة نريد أن نتكلم عن فوسنا فنقول نسافر بالحافلة نسافر بالحافلة أي أننا نسافر الآن النون هذا نون المضارع نون المضارع إذن لدينا أربعة أحرف للمضارعة الألف و اليا والتا والنون هذه كلها تسمى أحرف المضارع الفعل المضارع هو الفعل الذي يقع في هذا الوقت النوع الثالث من أنواع الفعل فعل الأمر فعل الأمر أيضاً ذكرنا أنه فعل يدل على فعل الشيء في الزمن الحالي أو المستقبل عندما أطلب منك أن تفعل هذا الشيء مثال أقول افتح الكتاب افتح افتح هو فعل وهو فعل أمر لماذا؟ لأنه يدل على الطلب عندما أطلب منك شيئاً أن تفعله فأقول افتح الكتاب طيب إذن افتح هو فعل أمر أنت الآن ستقوم بفتح الكتاب ماذا تفعل؟ تفتح الكتاب إذن افتح هو فعل لكنه فعل أمر لماذا؟ لأنني أنا طلبت منك هذا الشيء إذن فعل الأمر يكون بناء على طلب طيب يكون بناء على طلب مثلاً أمك تقول كل التفاحة كل التفاحة إذن كل أمك تأمرك أن تأكل هذه التفاحة إذن كل هو فعل أمر إذن فعل الأمر هو الفعل الذي يدل على ماذا؟ على الطلب في الزمن الحالي أو زمن المستقبل إذن هذه أنواع الأفعال فعل ماضي فعل مضارع وفعل الأمر لديكم في الكتاب هذه الأنشطة حول أو هذه التدريبات حول ما درسنا من أنواع الأفعال نريد الآن أن نكتشف هذه أو نحل هذه التدريبات سوياً أحضروا القلم افتحوا الكتاب على النشاط الأول في درس أنواع الأفعال سنتساعد سوياً في حل هذه التدريبات يقول النشاط الأول اختر الفعل المناسب لكل حدث تراه في الصورة ثم اكتب جملة تصفوا هذا الحدث طيب نريد الآن أن نشاهد الصورة هنا لدينا صورة وهنا لدينا فعلان فعل ماضي وفعل مضارع نريد أن نعرف هل الصورة ترتبط بالزمن الحالي أو أنها ترتبط بالزمن الماضي إذا كانت بالزمن الحالي سيكون فعلاً مضارعاً إذا كانت بالزمن الماضي سيكون فعلاً ماضياً طيب شرب يشرب ماذا يفعل الولد في الصورة يشرب احسنتم يشرب الآن اذا الفعل هو فعل مضارع يشرب ممكن ان نقول يشرب احمد الحليبة يشرب احمد الحليبة طيب لاحظوا يشرب بدأت بماذا يا يشرب يا المضارعة تذكرون ذكرنا ان عندما تكلم عن مفرد غائب استخدم الياء يا المضارعة يشرب اذا يشرب لاحظوا الفرق بين شربة ويشرب الفرق وجود حرف الياء في البداية وهو يا المضارعة هذا حرف الياء طيب طيب ممكن ان نقول ماذا يشرب احمد الحليبة يشرب احمد الحليبة يشرب احمد الحليبة طيب ممكن ان نقول يشرب احمد الحليبة ايضا الفعل المضارعة دائما مرفوع دائما مرفوع بحيث ان يكون اخره ضمة او ادوات الرفع الاخرى يشربوا لاحظوا يشربوا ضمة لكن هذه الفعل الماضي دائما مفتوح شرباء شرباء فتحة طيب اذا يشربوا احمدوا الحليبة طيب تدريب الاخر الان الام تطلب من الابن ان ياخذ الدواء طيب ان ياخذ الدواء الان هناك امر طلب ماذا نستخدم احسنتم فعل الامر طيب فعل الامر خذ او ياخذ خذ او ياخذ ما هو فعل الامر فيها ما هو الفعل الذي فيه طلب خذ فيه امر خذ اذا خذ خذ الدواء خذ الدواء اذا خذ هو فعل امر اذا خذ هو فعل امر طيب ياخذ فعل مضارع أحسنتم لماذا؟ لأنه بدأ بيا المضارعة يأخذ يا المضارعة إذن هنا لدينا يا المضارعة بدأ بها فعل الأمر طيب لو أريد أن أقول لو أريد أن أجعله فعلا ماضيا ماذا أقول؟ سأقول أخذ إذن أخذ يأخذ خذ أخذ فعل ماضي طيب أريد أن أحوله إلى مضارع أضيف يا المضارعة أقول يأخذ أخذ أضفت إليها يا تصبح يأخذ حسنتم طيب أريد أن أجعله أمر طيب أجعله بصيغة الفعل الأمر افعل خذ طيب طيب العال لدينا أيضا الولد في الصورة ماذا يفعل؟ ينام صحيح طيب هل هو نام واستيقظ الآن أو هو الآن نائم في الصورة ماذا تشاهدون؟ هو الآن نائم إذن نائم الآن إذن هذا فعل مضارع سأستخدم ينام 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 عمر في المساء طيب إذن ينام هو فعل ماذا؟ فعل مضارع لماذا؟ ماذا تشاهدون في الصورة؟ الآن عمر ينام الآن طيب إذن الآن عمر نائم لذلك نقول ينام ينام طيب طيب لو أن نام واستيقظ أقول نام نام عمر لماذا لأنه نام في الليل والآن الصباح نحن في المدرسة فعمر كان نائما في الليل فأقول نام عمر لأن عمر الآن ليس نائم لكن الآن في الصورة أمامكم عمر نائم في هذه اللحظة عمر نائم فأستخدم فعل ماذا فعل المضارع لماذا لأنه يدلنا على الوقت الحالي فأقول ينام الآن عمر ينام عمر الآن طيب الآن في هذا التدريب يريد أن نضع كل فعلا في المربع الخاص به طيب لدينا اللون الأحمر في الأسفل فعل مضارع فعل ماضي فعل أمر لاحظوا فعل مضارع مثل يأخذ على نفس هذه الصيغة يفعل طيب فعل مضارع يفعل طيب وفعل ماضي فعل فعل طيب فعل يفعل في الوقت هذا فعل أمر افعل افعل لاحظوا فعل يفعل افعل لاحظوا هذه الصيغة الفعل فعل ماضي افعل أمر يفعل مضارع طيب نريد الآن أن نعرف الأفعال المضارعة في اللحلة طيب سنقرأ الأفعال ونكتشف ما هو الفعل المضارع ولماذا قلنا أن هذا فعل مضارع سالة يدرس اجلس ذهب كل طيب نريد الآن أن نعرف ما هو الفعل الذي بدأ بي المضارعة لاحظوا يدرس الآن أنت ماذا تفعل تدرس إذن أقول مثلا أنا محمد يدرس طيب أو يدرس محمد يدرس محمد إذن يدرس الآن في هذه اللحظة يدرس لذلك هذا فعل مضارع شوفوا على وزن يأخذ يدرس طيب طيب فعل ماضي فعل ماضي أي أنه حدث في الفعل الماضي في الزمن الماضي نقول سألا سألا محمد سألا الدرس السابق سألا محمد الأستاذ متى سألا سأله الدرس السابق لماذا لأن سألا فعل ماضي سألا سألا وانتهى من السؤال طيب أيضا ذهب كما ذكرنا ذهب أبي إلى المسجد لصلاة الفجر متى ذهب أبي لصلاة الفجر في زمن ماضي إذن ذهب طيب فعل العمر اجلس أنا أقول الآن اجلس يا محمد اجلس أنا أمر كان تجلس لذلك نسمي هذا فعل أمر طيب أيضا كل كل أيضا هذا فعل أمر طيب النشاط الذي يليه يقول عبر عن الأحداث التالية بجمل تشمل فعلا ماضيا ومضارعا وفعله أمر لدينا الآن ثلاثة أحداث يريد منا أن نعبر عن هذه الأحداث بأفعال في زمن الماضي في زمن المضارع وكذلك لفعل الأمر الحدث الأول ذهاب الولد إلى المدرسة هناك طالب قام بالذهاب إلى المدرسة نريد أن نعبر عن هذا الذهاب بفعل أمر مثلا الولد ذهب إلى المدرسة في الأسبوع الماضي ماذا نقول في الفعل الماضي نقول ذهب لاحظوا ذهب الولد إلى المدرسة ذهب فعل ماضي لاحظوا أن نهاية الفعل ماذا فتحه ذهب متى كان هذا الذهاب كان يوم أمس في الأسبوع الماضي ذهب فعل ماضي فعل ماضي أي أنه وقع وانتهى هذا الفعل طيب الفعل المضارع كيف نعبر بفعل المضارع نريد أن نضيف أحد حروف المضارعة طيب هنا لدي الولد الولد مفرد مذكر غائب أستخدم ماذا تذكرون حرف اليا من حروف المضارعة مع المفرد المذكر الغائب أقول يذهبوا يذهبوا الآن لاحظوا آخر حرف في كلمة يذهب في الفعل يذهب ضمة مرفوع فعل مضارع مرفوع بالضمة طيب يذهب يذهب الولد إلى المدرسة تصبح هكذا الجملة طيب هذا في أي زمن متى يذهب الولد الآن الآن الولد يذهب إلى المدرسة في هذه اللحظة إذن يذهب فعل مضارع طيب الآن فعل أريد أن أطلب من الولد أن يذهب إلى المدرسة ماذا أقول اذهب أحسنتم إلى المدرسة اذهب إلى المدرسة إذن ذهب يذهب اذهب لاحظوا الماضي بالأخضر المضارع بالأحمر والأمر بالأزرق الماضي ذهب الولد إلى المدرسة ذهب مفتوحة ذا ه با طيب الولد الولد دائما ضم دائما مرفوع لأنه فاعل إلى المدرسة طيب المضارع منها يذهب الفعل المضارع دائما مرفوع يذهب مرفوع بالضم آخره ضم أو مرفوع بأدوات الرفع الأخرى يذهب الولد إلى المدرسة طيب الأمر اذهب لاحظوا آخر الفعل الأمر ماذا سكون مبني على السكون إذن آخر فعل الأمر يكون هناك ماذا يكون سكونا ذهب يذهب اذهب ذهب يذهب اذهب إذن هذه أنواع الفعل الثلاثة من كلمة واحدة وهي ذهب إذن استطعنا أن نعبر عن هذا الحدث بثلاثة أفعال مختلفة فعندما أريد أن يكون هذا الحدث في الماضي سأقول ذهب الولد إلى المدرسة عندما أريد أن يكون هذا الحدث في الحاضر أقول يذهب الولد إلى المدرسة طيب عندما أريد أن يكون هذا الفعل فعل أمر عندما أريد أن أطلب من الولد أن يذهب إلى المدرسة سأستخدم أي فعل سأستخدم فعل الأمر فعل الطلب أقول ماذا إذهب إلى المدرسة طيب طيب الجملة الثانية تنظف البنت أسنانها هذه جملة البنت فيها تنظف أسنانها طيب كيف أجعلها فعلا ماضيا سأقول نظفت البنت أسنانها نظف نظفت التاء هنا للتأنيث فقط لأنها بنت نستخدم معها التاء هذه تسمى تاء التأنيث طيب نظفت البنت أسنانها طيب في المضارع نظفت في الصباح خلاص انتهى هذا التنظيف قامت البنت بتنظيف أسنانها عندما صحت من النوم وانتهى هذا الفعل طيب أريد الآن البنت تنظف أسنانها ماذا أقول؟ تنظف البنت أسنانها في هذه اللحظة البنت معها الفرشاو المجون وتنظف أسنانها طيب أريد أن أمر البنت أن تنظف أسنانها ماذا أقول؟ نظفي أسنانك نظفي أسنانك ممتاز إذن نظفت تنظف نظفي طيب ننتقل إلى آخر جملة ركوب محمد الحصان أريد الآن محمد يريد أن يركب الحصان ركب محمد الحصان بالأمس ماذا أقول ركبا ركبا لماذا لأن محمد في إجازة أو في عطلة نهاية الأسبوع الماضية قام بركوب الحصان إذن ركب محمد الحصان يوم الخميس الماضي ركب فعل ماضي لأنه وقع هذا الحدث وانتهى طيب الآن محمد فوق الحصان يركب الآن ماذا أقول أقول يركبوا يركبوا محمد الحصان يركبوا الآن محمد فوق الحصان طيب أريد أن أطلب من محمد أن يركب الحصان أأمره بذلك أستخدموا فعل الأمر فماذا أقول اركب الحصان اركب الحصان إذا ركب يركبوا اركب هذه الأفعال الماضي المضارع الأمر عندما قمنا بوضعها على هذه الأحداث تمنى في المنزل أن تتدربوا على مثل هذه التدريبات حتى نتمكن من إتقان المهارة بشكل جيد سويا شكرا لحسن انتباهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته